معاناة وتوجس المزارع ممتازة في إيصال المياه إلى بستانه الذي يضم أشجار الزيتون جراء نقص الطاقة الكهربائية وتكاليف تأمينها الباهضة انتهت بعد شموله بمشروع طاقة نظيفة الذي أطلقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوأس أيدا لدعم فلاحي سهل نينوى وتسجيعهم على الزراعة نحن سابقا كنا نعتمد على الطاقة الكهربائية وعلى المولدات الديزل طبعا الطاقة الكهربائية معروفة أنه تنقطع باستمرار بالمنطقة وهذا يأثر علينا باعتبار أنه لازم تكون عندك تنظيم ساعات الري بحيث أنه ما تنقطع وأي قطاع طويل مدة أكثر من أيام كان يسبب لك مشاكل بالحاصل هالسالة الحمد لله أنه صار التنظيم مستمر الري مستمر توفر المياه في أرض ممتاز بشكل متواصل طيلة أشهر السنة دفعه إلى زراعة محاصيل أخرى إضافة إلى زراعة الأعلاف لتغذية الماشية مستغلا مساحة أرضه ليطور عمله ويحقق مردودا اقتصاديا إضافيا لأسرته احنا عدنا الطاقة الشمسية نسقي بها محاصيل أشجار الزيتون بشكل أساسي زادا عدنا محاصيل صيفية نزرعها زادا عدنا مساحة نزرعها للأغنام الأعلاف خضراء هذه كانت هم مشكلة عدنا خاصة بعد ما قلنا موسم الجفاف اللي ضربوا المنطقة خلال موسمين متتاليين وتسببت أزمة الجفاف وتغيير المناخية التي تواجه العراق إلى زيادة مساخات التصحر ما دفع عددا كبيرا من الفلاحين إلى هجرة أراضيهم نحو المدن لكن تجربة اعتماد طاقة الشمسية النظيفة حول مئات الدنامات من الأراضي بسهل نينوى إلى اللون الأخضر بعد أن قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ألواح الطاقة الشمسية لإثنتين عشرة مزرعة ما أسهم بتشغيل الآبار الارتوازية المحفورة فيها لتوفير المياه للأشجار والنباتات التي كانت تواجه العطش في السابق التصحر أكيد رح يأثر على الفلاح من خلال تغيير المناخ وقلة الحصول على الكهرباء الوطنية أكيد هذا يأثر على الفلاح فما رح يتمكن الفلاح من زراعة أي محصول في حالة أنه عدم حصول على مياه هذا معنا لا يوجد زراعة من جهتها أثنت دائرة زراعة نينوى على هذه المبادرة التي أسهمت في التخفيف عن كاهل المزارعين فضلا عن تعزيز نوعية الإنتاج وزيادة الغلة واختصار الجهد والوقت والأموال جهود حثيثة تبدلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم القطاع الزراعي بمحافظة نينوى مما أسهم في رفع سقف الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل عديدة في مواسم مختلفة هيتم أحمد الحراء الموصلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر